اهلا وسهلا بكم مكملين طبعا في نفس الفقرة ونفس الموضوع مع احد المربين وهو الشقيق المربي اللي كان معايا قبل كده الاستاذ وليد خفاجي اهلا بك يا استاذ وليد الله يخليك الله حضرتك اساسا تخصوصك ايه تخصوص تربية رياضية مدرس تربية رياضية ومن تربية رياضية الى تربية المواش الى انتاج اللحوم والالبان تمام كيف استهوتك الفكرة يعني جيت مع اخوك ومهنة متورسة ولا لا هي جات في الاول اللي هي مثلا كنا مربيين سبعة تمام نحن مرضناش نطلع منهم برة السبعة بتدوا يولدوا تمام السبعة بجوه اربعتاشر ولا اربعتاشر بجوه تمانية وعشرين ما شاء الله وهكذا وهكذا اه بيهت تقطف وتسمن وتبيع متسمن وهكذا لا كنت نتي بخليها اه 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 للتربية للتربية عندي الدكورة كنت بباحة انت عندك سلالة ايهاجين كلها بتايل ولا في اجنبي في اجنبي اللي هي ورا حضرتك دي وعند كتير يعني اه عندك لان انا مناجم هولوشتاين والكلام ده اه مناجم حاجات كتير يعني طيب انت كمرب مسقف متعلم وجامعي تمام علاقة التغذية بالحصول على ولدة كويسة او بالحصول على اه راس مصنفة من حيث المادة يا دكتور اللي هي ايه اللي هي الحاجة اللي كانت البهمة بتصرفش في الاول بسرعة ظاهرة الشياع تقصد اه ما كانتش بتطلب التلقيح بسرعة اه تمام اه جربت اللي هو ايه مثلا اللي هو العلف اللي هو ايه العادي تمام اللي هو العلف اللي انا احطه على ايدي دي اعمله على ايدي في المعالف والكلام ده اللي هو فلسوية وردة وشام اصفر وشام ابيض والكلام ده اللي جيت الكلام ده اللي هو ايه بينزل معايا اللي هي ايه النسب مش بسرعة زي ما حضراتكو سامعين يمكن اللي ملوش علاقة بتربية المواشي من المشاهدين في عندنا مشاهدين ملوش علاقة بتربية المواشي ويمكن ما يكونوش فلاحين البعد الاقتصاد في تربية المواشي مش انك بس تسمن تجيب لحم وتجيب حليب بس لا ده الولدة اللي البقرة بتولدها او الجاموسة بتولدها في السنة ده اهم بعد لانها بتصبح بعد التربية رأس متكاملة ويعاد استثمارها في انها تجيب جيل وراجيل وده مهم جدا عند الفلاح فبسبب الاستخدام الخاطئ للأسمدة والمبيدات في الاغذية طبعا ده اثر سلبين وكيموان وهرمونيا على خصوبة رأس الماشية سواء بقرة او جاموسة احنا عندنا في الانسان الست الحامل لما بتولد المفروض ان احنا نقول انها تقعد سنة او سنتين عشان يبقى فيه فرق بين الولد ده والولد ده ما يجيش على صحة المولود اثناء الرضاع وما يجيش على صحة الام في الماشية طبعا ولا مؤخزة يختلف تماما الموضوع محتاج الفلاح محتاج ان كل سنة او كل اربعتاشر او خمساشر شهر على الاقل يجني من وراء رأس الماشية بتاعته ولدة جديدة تعيد الدورة اما تجدد انسة او اما يقطفها كذكر يسمينه ويجيب لحم ما هو اللي هو مثلا انا لو ما هي ما ولدتش او ما جابتش انت ما يبقى ملهاش لازم هتسمينها وتبقى لحم هتسمينها وبقى هي نزل عليها بخسارة اه اه يعني هي لو لا اللي هي بطلب اللي هي السرعة اللي هي ايه مثلا اول ما حش ابنها والكلام ده هو وتصرفه الكلام ده هتا اه اجب لي ملوح طب لجوءك لجوءك بقى للعلف المركز تمام لاحظت انت ان البقرة اصبحت بتطلب او بتوصل لدرجة الشياع علميا اسمها الشياع تمام انها بتطلب التلقيح في معادها في المعاد المثالي دي لا ده بتطلب في علف الوطنية بتطلب بسرعة قبل المعاد المهم اللي انت منتظره كمان قبل المعاد قبل المعاد من ناحية ايه اللي هو انا مسلا في اول حاجة اللي هي بتطلب بادري انا والله العظيم تاني اللي هي مسلا ايه الباهم عندي لما ما تصرف بادري انا عشان ابنها صغير ما برداش اللي انا اللي انا لقطت عليها اه 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 اما استنها شوية اه يعني هي بتصرف مسلا ايه كل 45 و 40 يوم بستنها 45 يوم تاني عشان ابنها يتزابط معايا اه لان ممكن اذا تلقحت وحملت ممكن يأثر على اضرار وبدالتالي يأثر على يأثر علىها هي نفسية على صححة المولود وعلاها هي وعلاها هي نفسية فانت بتفوتها كمان بدورها 45 يوم اه اه بس طب بالنسبة للمولود دايهمني جدا شكل المولود ايه مع الاعلاف المركزة خلينا انت بتقول ما بتتعملش الا مع اعلاف الوطنية تمام اعلاف الوطنية اللي عندك اللي هي الاعلاف المركزة دي اللي بتيجي شكارة جاهزة تمام عملت نتيجة معاك في الولدة يعني الكاتب بتتولد اه وزني كام النهاردة بقت وزني كام يعني مسلا اه اللي هي في حاجة اللي هي المشبه نفسها مسلا البجرة نفسها اتهيالها اللي هي ايه تخنت ازياد جمع ما تجيب مولود ادخن من اللي كان في الاول اللي هو كنت اعمله على ايدي يعني مثلا كانت اعلاف خمسة وعشرين كيلو. اه. مسلا. دي الطبيعية. تمام. باي علف. تمام. النهاردة مع علاف الوطنية بيجيب لك ايه? بيجيب لي ايه? بيزيد خمسة عشرة. لا بيزيد عشرة وخمستاشر. يعني يوصل لخمسة وتلاتين واربعين كيلو. والله بيوصل لكده. يعني انا بقول لك اللي هي في ايه? وفيه بجر اللي هي مسلا البجرة مسلا ممكن مع العلف الوطنية اللي هي بتشرب اللبن بتاعه بتفور بسرعة. يعني بتفور بسرعة. العجل بي. معدل النمو بتاعه. معدل النمو بتاعه باعلى المستوى بتاعه. دي مجربها اه تجربة عملي يعني. مع كل مربي نتيجة جديدة للاعلاف المركزة. والنهاردة انا بتكلم على منتج زي ما قلت لكم براند مصروف عليه ومتعوب عليه. ويبدو بالفعل ان الشركة وصلت لنوها ومعين ومستوى تكنولوجي معين في التصنيع. ده اللي انا هعرفه طبعا من اه مستشار الشركة اللي هو الدكتور محمد بكر في الفقرة الاخيرة المتبقية. ده بعد ما اشكر للاستاذ وليد خفاجي. وانا بحييك على انك انت بالفعل يعني المشروع بالنسبة لك مسمر مريح. والحمد الله. ما بيخصرش. لا ما بيخصرش. من ناحية ايه. اللي انا مسلا اللي عجول اللي عندي بوقلها اربعتاشر. باول حاجة بابدأ بها بتسعتاشر في المية بادع جوه. اربعتاشر. تسعتاشر في المية ده نسبة البروتين. اه. تسعتاشر في المية. المولود اللي هو بعد اسبوع. اه. على طول? على طول بعد اسبوع. دي ما كانتش عندنا في الاول. اه. انا كنا بنصبر الفلاحكة فلاحيين كنا بنصبر على المولود الصغير تلات اربح شهور. انما انا موكل اه تسعتاشر في المية بادع جول اربعة ميلي كنت بوكله مسلا ايه اللي هي مسلا اما اوكله من اول اسبوع. بعد كده اللي عيش لنفسه باوكل بعد بعد التسعتاشر باوكل ايه? ستاشر. ستاشر في المية اه تسمية. اخر حاجة اللي بوصل بها البروتين اللي هي اربعتاشر في المية. ده بيزبط معي الاجد من ناحية الوزن ومن ناحية الشكل ومن ناحية اللحمة نفسها. يعني انا جربتها في كل حاجة. يعني اه جربتها في المعس. كل اللي يهمني اخد من 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 اخوك الحج ضاحي واخد من حضرتك في النهاية. تمام. تربيت المواشي ما بتخصرش. لا ما بتخصرش. اللي 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 يعرف صح. اللي يزبطها صح واللي يعرف صح. يعني اللي يحسن للشيء ان شاء الله يلاقيه. بشكرك جدا يا استاذ وليد. ان شاء الله انا التقيك. ربنا خليك. في سنة تانية. الا ايك توسعت الا ايك حسنت من مستوى. ربنا خليك. شكرا جزيلا. شكرا. خليكم معنا مكملين وفقرتنا الاخيرة مع الدكتور محمد باكر مستشار شركة الوطنية علشان اعرف ايه القصة بالزبط. خليكم معنا.